اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ان النهج الديمقراطي الذي اسسه جلالة الملك المفدى وفق نظرة حكيمة واسس رصينة يحظى باجماع وطني شامل من كافة شرائح المجتمع ومكوناته مبينا معاليه ان دعم ومساندة جلالته للسلطة التشريعية اسهم في تحقيق المنجزات والنجاحات الديمقراطية التي يبنى عليها تقدم البحرين وازدهارها في شتى المجالات وفي تصريح لمعاليه بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية والذي يصالف الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام والذي يأتي هذا العام تحت شعار كوفيد تسعة عشر تسليط الضوء على الديمقراطية اشار رئيس مجلس الشورى الى ان توجيهات جلالة الملك المفدى دعت الى اهمية ان تحافظ الدولة على مسيرة عملها وبرامجها دون ابطاء او تأجيل بسبب المشكلة العالمية المتمثلة في جائحة كوفيد تسعة عشر وبالشكل الذي يحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وبما يمكن المملكة من مواصلة مساعي التنمية المستدامة وبالتالي حققت المملكة نجاحات في قطاعات عديدة بفضل ذلك وثمن معالي رئيس مجلس الشورى تبني وتنفيذ العديد من البرامج والخطط الطموحة من قبل الحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس الوزراء الموقر وبمتابعة ومساندة سمو ولي العهد حيث جعلت الحكومة الموقرة الديمقراطية القاعدة الاساس لكل مشاريعها التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين وبين معالي رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين تشارك العالم الاحتفاء باليوم الدولي للديمقراطية في الوقت الذي يبذل فيه فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد جهودا وطنية تبعث على الفخر والاعتزاز لمكافحة فيروس كورونا كوفيد-19 ويواصل بعزم وإخلاص كبير ووفق نهج إنساني وعادل في تقديم مستويات عالية ومشهودة من الرعاية والعلاج لجميع المواطنين والمقيمين مشيرا إلى أن هذا النهج يعد جزءا من الديمقراطية الحقيقية وذكر معالي رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين بوجود السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية تعيش حالة من التكامل والتعاون والتنسيق المستمر لاستدامة الديمقراطية وترسيخ قيمها ومبادئها في المجتمع مؤكدا أن مملكة البحرين تمضي بخطوات ثابتة لحصد المزيد من المكتسبات في مسيرتها الديمقراطية بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعا